موسيقى يعطيكم العارفة طلاب العزاء كيفكم ان شاء الله تكونوا بخير طبعا اهلا فيكم بالسنة الاولى والمواد الاولى لكلية الطب واللي متعلقة بالطب بشكل تحديدي ان شاء الله من الفصل هذا رح تبدأت تشوف المواد اللي فعليا لها علاقة بالطب ورح تفيدكو باذن الله اول مادة ان شاء الله رح اكون معاك وانا الدكتور محمد قداح من منصة قمة طبية رح نشرح لكم اياها ان شاء الله الى وهي مادة الاناتومي علم التشريح طبعا مادة الاناتومي من اهم المواد فعليا في كلية الطب لانها بتمشي معك من سنة اولى تقريبا لغاية ما تخلص اي اختصاص او اي مجال بالطب بهذه الناحية لانه لحد الان سواء كنت اخصائي ولا اي شيء الا ترجع لمادة الاناتومي لانه هي تعتبر مادة اساسية من مواد كلية الطب ان شاء الله رح نبلش معاكو بمحاضرة الانتو دكتوري ورح نفصللكو بالاشياء اللي هي تعتبر مصطلحات طبية انا بعتبر مادة الاناتومي صراحة كلغة جديدة هي تعتبر لغة جديدة لانه كل المصطلحات اللي رح اتمون عليكو اغلبها ليست من اللغة الانجليزية اللي احنا تعودنا عليها انما من مصطلحات لاتينية ومصطلحات اخرى لها علاقة بهاي المادة ففي البداية طبعا احنا رح نشرح انكو ان شاء الله على سلايدات الدكتور تبعكو دكتور رفعت وهي ان شاء الله رح تغطي اغلب المادة وان شاء الله رح نحضرلكو اسئلة وشغلات مهمة وكوزات بإذن الله حتى تساعدكو لتجيبوا اعلى على الامر في البداية كأنترودكشن للمحاضرة تبعتنا شو اللي بدنا احنا نتعلمه بالنهاية اول شغلة نعرف شو الاناتومي وشو الفروع تبعاته وهاي نقطة كثير مهمة يعني بنسوها ناس كثير او بتخربطوا فيها اللي هي ايشي الوضعية الفعلية للجسم حتى انا اقدر اوصفه او حتى انا اقدر اوصف الاتجاهات تبعته هاي كثير مهمة ورح نحكي عنها ان شاء الله رح نحكي عن الاناتوميكال بلانز اللي هم الخطوط او الاشياء الوهمية اللي احنا نرسمها على الجسم حتى نقدر نفصل ونوزع الجسم لأقسام معينة اضافة الى بعض المصطلحات اللي هي تعتبر داريكشنال ترمز اشياء الها دخل بالاتجاهات شو معنى مثلا انتيريور شو معنى بوستيريور هاي الشغلات كلاتها زي ما قلتلكوا لأول مرة هي رح تكون مرة معكو اضافة لبعض الاناتوميكال ترمز اللي رح نحكي عنها في البداية علم التشريح هو علم بيهتم بدراسة شكل الانسان شكل الاعضاء تبعته وليس لدرجة تفصيلية كثير لانه لما وصلنا لدرجة تفصيلية اللي هي الانسجة والخلايا احنا هون بلشنا يتحدث عن علم جديد اللي هو الهيستولوجي اما لو اذا تحدثنا عن وظائف هذا العضو او هذا النسيج او الخلية فاحنا اتقلنا لعلم الفيسيولوجي فالشكل الهندسي اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا فيه احنا ندرسه ونشوف كيف اشكاله في البداية تعريفات الاناتومي اللي هي التصنيفات في عندي اشي اسمه gross anatomy اللي هو الاشي الكبير الظاهر اللي غالبا انا بشوفه بالعين المجردة وهذا بنسميه احنا ماكروسكوبك بتشوف فيه اورغنز يعني بشوف مثلا انا الكبد بشوف الايد بشوف العين هاي شغلات gross انا بشوفها بعين المجردة الهيستولوجي زي ما حكيت لكم والامبريولوجي اللي هو علم الاجنة وهذا رح نحكي ان شاء الله فيه له محاضرات خاصة رح نشوف فيه كيف تكون الجنين براخله وتفصيلات مختلفة ان شاء الله بس نوصله رح نحكي لكم عنه بشكل ادل فيه عندنا طبعا ال living anatomy اللي هي فعليه نحن مش كل شخص لازم نستنى لي توفى حتى نقدر ندرس بعض الاشياء اللي فيه لها فيه عندنا صارت اشعة صور عندنا صور ال mri كثير واضحة وكثير بتبين لك النسيج وكأنه قدامك فهاي من ضمن الشغلات العلم الجديد اللي خلنا نكتشف اشياء موجودة بالجسم ممكن ما كنا من تمهينها بعلم التشريح زمان على الجثث وعلى غيره وفيه عندنا ال comparative anatomy هذا طبعا عشان يقارن ما بين الانواع بشكل عام مثلا قارن بين الانسان وبين بعض الحيوانات شو بتوجه التشابه والاختلال في البداية لازم تكونوا عارفين انه احنا فيه عندنا two approach حتى نقدر ندرس علم الاناتومي فيه عندنا regional وفيه عندنا systemic فاحنا يا منقسمينه حسب المناطق يعني مثلا منطقة الرأس منطقة الرقبة منطقة الصدر البطن الى اخره هيك احنا مقسمينه او systemic يعني بمعنى الجهاز مثلا الوعاء القلبي بشمل عندك القلب بشمل عندك الاوعية الدموية او مثلا جهاز العصبي بشمل الدماغ بشمل اللي هو spinal cord يحنا بنسميه اللي هو اللخاع الشوكي او الحبل الشوكي كل هاي الشغلات اسمها systemat مقسمة حسب systems او regional زي ما قلنا لكم على حسب المنطقة طبعا اطلعوا لي على هاي الصورة وكثير مهم تحفظوا شكلها تمام وحاولوا انكم انتوا تطبقوها على حالكو حتى تقدروا تعرفوا بالزرط ايش هي الاناتوميكال طبعا كلمة الاناتوميكال بوزيشن هي الوضعية اللي فعليا انا بقدر عليها انا اعتمد او يعني استند اليها حتى اقدر اوصف اشياء معينة بالجسم او الاناتومي بشكل عام فمثلا المريض بتلاقي او الشخص واقف upright مستقيم عيونه ووجهه باتجاهك ايديه مفتوحات وبنفس الوقت الابهام هو اللي يعتبر للخارج فبتلاقي ايده بهذا الشكل الابهام للخارج مش بهذا الوضعية تمام لازم يكون فارد ايديه لانه هسا رح نحكي مصطلحات الها دخل مثلا بمين ابعد على الجسم مين اقرب على الجسم فهاي الوضعية هي الوضعية ثابتة للاناتومي طبعا زي ما حكينا بالنسبة للريجنز في عندي الهيد والنك منطقة الرأس الثوركس اللي هو يعتبر الصدر منطقة الصدر الابدومن عندنا منطقة البلفس اللي هي منطقة الحوض اضافة الى الابرلم واللاورلم اللي هي الاقدام والايدين تمام اوكي وزي ما حكيت لكم بالنسبة للسيستمك رح نتفصل فيه ان شاء الله وتكون محاضراتنا اصلا مقسمة على حسب هذا الاشي فرح نحكي مثلا عن الجهاز العصبي رح نحكي عن الجهاز الهضمي كل واحد فيه رح نتفصل ونحكي الاناتومي يتبعه بشكل متخصص زي ما حكيت لكم ايش هي الاناتوميكال بوزيشن هاي هي الاناتوميكال بوزيشن الوضعية هاي وزي ما قلت لكم لازم نحفظوها لانه هسا رح عملكوا الترك بنص المحاضرة واشوفكم مركزين معي ولا لا لانه هاي الوضعية لازم تحفظ بشكل صامح زي ما قلت لكم اول شي عبارة عن يعني مباشرة هما ايديهم بكونوا مفروضين لتحت والابهام للخارج يعني اللي هما بنسميهم هذور البامز يكونوا فيسنج للأبزيرفر للشخص اللي بفحص فانت لازم تتخيل هذا الشخص بالوضعية هاي حتى لو كان نايم فمثلا انت بدك توصف شخص بس هو نايم على الأرض تتخيله كأنه واقف ووجهه باتجاهك وساعتها بتبلش توصف فيه مش والله إذا لف وجهه معناته رح تتغير عندك الاتجاهات لا الاتجاهات ثابتة والمصطلحات اللي رح نحكي عنها ان شاء الله قدام ثابتة على الاناتوميكال بوزيشن الثابت اللي أنا حفظته في عنا بعد هيك مصطلح اللي هو الاناتوميكال بلاينز اللي هي الخطوط زي ما نقولنا الوهمية احنا بنرسمها على الجسم أو بنقسم فيها الجسم حتى أنا أقدر أوصفه وخلينا نحكي نعمل ريليشن اللي هي علاقة ما بين عضو وعضو فمثلا بدي أوصف أنا علاقة القلب مثلا بالمرين ممكن أعمل بلاين اللي هو يعتبر احنا بنسميه كورونا البلاين بقدر يقسم الجسم للأمام وللخلف طيب نبدأ بالبلين زي أول واحد في عندي خط بيقسم الجسم نصفين نصف يمين نصف يشار هذا اسمه ساجتال بلاين الساجتال بلاين هذا بيكون اسمه ماخده من الساجتال سوترز اللي رح نحكي عنهم ان شاء الله بمحاضرة السكل اسمهم ساجتال سوترز بيقسموا البرين أو الهد إلى تو بارتز طبعا إذا كان بالنص بسميه ساجتال بلاين أما إذا كان على الطرف ماخذ يمين ماخذ يسار اسمه بارا ساجتال بارا بالمصطرح هي ما حول يعني بنحكي احنا مثلا بارا سمبثتك يعني ما حولين السمبثتك وكذلك الأمر عندنا البارا ساجتال في عندنا الإسم الثاني أو الإشي الثاني هو عبارة على بلاين تمام خلينا أجيب لكم ورقة وأشرح لكم عليها أكثر فمثلا أنا بجيب هاي الورقة إذا عملتها بهذا الشكل اسمه ساجتال بلاين لو عملتها بهذا الشكل وقسمت جسمي من النص لأنتيريور وفوستيريور أمام وخلف هذا غالبا اسمه كورون البلاين وبرضو ما أخذ اسمه من الكورونال سوتر اللي رح نحكي عنهم إن شاء الله بمحاضرة سكررز في عندي اذر اذر ون اللي هو بيجي اسمه ترانسفرس وهذا أنا بقسم فيه بشكل هوريزنتل بشكل قطعي تمام وهذا إحنا بالعادي ممكن يمتد من فوق لغاية الجسم كامل وينما أنت قصيت الجسم أو أخذت سكشن منه رح يكون هذا هو أيضا ترانسفرس بلاي طبعا في عندنا بعض البلاين الثانيات بس هذول يعني مش متفصلين فيهم ركزولي على هذول الثلاث اللي هما الساجتل والباراساجتل الكورونال وكمان لترانسفرس البلاين بالنسبة إلى زي ما حكينا هم طبعا شرح للي حكيت لكم عنه إنه الكورونال البلاين بقسم الجسم إلى فرونتل أو اسمه طبعا فرونتل إلى أنتيريور وبوستيريور إلى فرونت وباك تمام بقسمه إلى أنتيريور وبوستيريور أما الساجتل فهو بقسمه إلى رايت وليفت تمام وحكينا إذا كان بالميد لاين اسمه ساجتل وإذا كان حوالين الجسم طبعاً بيكون إذا كان بالنص في الضبط بيقسم الجسم إلى equal part يعني بيكون اليمين مساوي لحجم الشمال إذا كان بالجنب أكيد اليمين مش نفس الشمال أو الشمال مش نفس اليمين لأنه اختلف القياس هنا تمام فهو اسمه mid-sagital أو median plane وإذا كان unequal بيكون اسمه parasagital transverse plane برضه هو زي ما قلت لكم cross section horizontal وهذا كثير إذا عمركم شفتوا صور المقطعية اللي احنا بنسميها CT scan هاي كثير بتعتمد على هذا المبدأ إنها تقسم الجسم إلى sections وهاي sections برضه معتمد على مبدأ transverse plane في واحد أخير اسمه oblique plane اللي هو بيكون جاي بشكل قطري يعني بمعنى مش إنه والله مثلا مستقيم بزاوية 90 أو بزاوية 180 أو whatever لا الفكرة بتكون إنه يا إما ما أخذ زاوية ما بين الساجتل والcoronal أو بيكون ما أخذ زاوية ما بين الكورونال والترانسبرس أوكي فهي الفكرة حلا حسب الزاوية كيف بأخذها بس هو بالنهاية اسمه oblique plane تمام طبعا كثير رح تشوف الصور هاي بهذا الشكل ليش لأنه هو بيكون مثلا جايب لك الجسم كامل وقاس هاي الصورة وبحاط لك صورة جنبها ليش حتى تقدر تتخيل أنت وين موجود بالجسم من أي سكشن أو من أي بارت من الجسم إحنا ماخذين هذا الview وبرضو مرات بيكون في عنا سهم هون موجود رح أورجيكم لصور لقدام بيكون كاتب لك الview فهو أنت بتطلع من الرجلين ولا من فوق تمام فيا إما بتطلع من الفوق على تحت أو من تحت على فوق هاي برضو رح أشرح لكم بس تيجي الصورة أوكي الآن نيجي لبعض الانتوميكال ديسكريبشنز اللي هما بعض المصطلحات اللي أنا بستخدمهم لوصف الاناتومي إذن هذولاك حكينا عن القراءة الثابتة أو الصورة الثابتة للجسم اللي لازم تكون عن الانتوميكال بزيشن نفس النقطة فيها حكينا عن الانتوميكال بلينز الآن نيجي نحكي عن الانتوميكال ترمز اللي أنا بستخدمها اول ترم عندي وهو الانتيريار والبوستيريار طبعا احنا بالانجليزي معروف عنا front وباك او front وrear اللي هو الامام والخلف باللاتيني بتختلف الامور او بالاناتوميكال terms بتختلف فعنا الانتيريار يعني للامام او بوستيريار يعني الجهة الخلفية انتيريار زي ما قلناها هو بوستيريار النوز يعتبر انتيريار استركتشار ليش لانه هو فعليا اكثر اشي للامام هو النوز تمام فبحكي the most anterior part مثلا او اكثر اشي انتيريار هو فعليا النوز الهارد is posterior to the sternum sternum اللي هي عظمة القص اللي موجودة بتجمع القفص الصدري مع بعض البعض الفعليا القلب هل هو قدامه اللي وراها بيكون وراها وبالتالي بحكي the heart is posterior to the sternum تمام فلو طلعنا على الصورة هاي راح تشوف هاي عظمة القص اللي حكيت لكم عنها والهارد جاي وراها او اللنغ كمان جايات وراها زي ما في عندي امام وفي عندي خلف ايضا في عندي superior في عندي inferior اللي هو الاعلى او الاسفل فكلمة superior او حتى مرات نحكيها cranial اللي هي تاجي او زي يعني خنقول افق علوي تمام اشي superior يعني معتلي او inferior اللي هي codal codal معناها ايضا ذيلي وهاي غالبا مصطلحين هذولا codal و cranial نوصفهم اكثر للفيتس للبيبي داخل الرحم فزي ما حكينا مثلا الهيد يعتبر superior to the shoulder الرأس انا اكيد هو فوق الاكتاب فبحكي the head is superior to the shoulder وبنفس الوقت مثلا بنحكي knee joint اللي هو الركبة تحت منطبة الحوض فبقول it's inferior to the hip joint الركبة تحت الحوض في مصطلح بس هذا غالبا نادر جدا ما نستخدمه هو خاص فقط للبراين تمام اللي هو اسمه روسترل وروسترل هي فعليا علاقة الجزء هذا من البرين نسبة الى الانف هل هو قريب عليه ولا بعيد عنه تمام فلما نحكي روسترل يعني باتجاه الانف اكثر فمثلا بنحكي عن frontal lobe it's rostral to the parietal lobe in the brain احنا في عنا اجزاء من الدماء ان شاء الله بس نوصل للجهاز العصبي رح نحكي عنهم اللي هو الجهة الامامية من البرين اسمها frontal lobe والجهة اللي بالنص تقليب اسمها parietal lobe فلما نحكي عن frontal is rostral يعني هي اقرب للانف من الparietal فهاي لسه ان شاء الله بس نحكي عن nervous system جهاز العصبي رح تفهمه اكثر زي ما حكيت لكم هذان هما بس مش مطلوب منكم تعرفون بسه برضو في عندي مصطلح مهم جدا وهذا يعني من اهم الشغلات اللي خلتنا نعمل ساجتة البلين او اللي هو اسمه medium plane الmedian plane هو خط زي ما قلت لكم باكسب الجسم للنص المنتصف الجسم كل ما انا بعت عنه يعني اتجاه الخارج عن وسط جسمي هذا بسميه lateral يعني ابعد اما كل ما كان الجزء اللي من جسمي قريب على الmedian اللي هو plane هذو او الجزء الوسط الى الجسم يعني زي خلنحكي center انا بحكي it's medial يعني يا اما lateral ابعد او medial يعني اقرب الى الوصف او عفوا الى الوسط فعندنا medial toward the medial sagital plane زي ما قلت لكم باتجاه الوسط فلو اطلعت على الصورة هاي رح تلاقوا انه مثلا الكوع على سبيل المثال وهو هون يعتبر lateral مقارنة مثلا مع خلينا نقول الخاصرة تمام مين اقرب فعليا على الجسم او على مش على الجسم بالظبط على النص تبع الجسم مركز الجسم اللي هو الوسط اقرب معناته medial والاشي اللي لبره بسميه lateral هون برضو مثال عليك ولاخذ كيف انه مثلا the nose is medial to the eyes فعليا العين اقرب على الوسط ولا الانف اقرب على الوسط الانف وكذلك الامر مثلا الاذن اقرب على الوسط من العين ولا لا 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 تعتبر ابعد فبحكي the ear is lateral to the eye مثلا لان هي تعتبر ابعد عن خط الوسط هون طب انا فرضا مثلا هاي ايدي لما بدي احكي عن الثمب بحكي الثمب medial ولا lateral خذ وقتك وانت تفكر طبعا انت اول اشي لما تشوف ايدي بهاي الوضعية راح تفكر انه الثمب هو اقرب على الوسط تمام كونه ايدي هيك ولكن لو رجعت للا الاناتوميك الوزيشن الاناتوميك الوزيشن ايدي بتكون بهذا الشكل فيعتبر الثمب ابعد عن مثلا الليتل فنجر صح يعتبر هو lateral لانه لو جيت انا اطلعت مثلا على وضعية الجسم هون اطلع هون راح تلاقي انه الثمب ابعد من الليتل فنجر تمام وهذا بهم ليش احنا ممكن نتخربط ببعض المصطلحات او الميديل واللاترال وكذا باختلاف وضعية الجسم لا احنا بنرجع الاناتوميك الوزيشن الثابتة وعليها بنوصف تمام طبعا في عندي برضو مصطلح البروكسيمل والديستل بروكسيمل يعني اقرب الى منشأ العضو يعني مثلا انا عندي ايدي مثلا ممتدة من الشولدر اللي هو الكتف الى اصابع ايدي الجزء الاقرب للجسم بسميه بروكسيمل فمثلا بحكي الكوع اقرب من الرسغ مثلا او الرست فبقول this is a proximal to the rest الديستل يعني من اسم distance دستل يعني ابعد في مسافة وبالتالي بحكي انا دستل يعني ابعد عن المثلا اللي هو الجسم بالنسبة لنمو العضو وكذلك الامر بنطبق على الورغنز اللي لهم بداية ونهاية مثلا مثلا عندنا اللي هو على سبيل المثاخ نحكي في عندي عضو معين بينطلق زي البنكرياس بينطلق من بدايته بينتهي مثلا باخر اشي بتيل يعني ذي مين البروكسيمل بارت هو الاقرب لمنشأه الاقرب للرأس تبعه كذلك الابر الشريين يعني لما نحكي على الابرطة لو اطلعنا على الشريين بتطلع اصلها من وين اصلها من القلب صح؟ بتطلع على القلب وبتنزل بتروع على الجسم كامل البروكسيمل بارت هو اول الجزء اللي قريب على المنشأ فمثلا نحكي عن هذا اسمه ايورتك ارش اللي هو القوس تبع الورطة وهذا يعتبر بروكسيمل مثلا مع الشريين اللي نواصل للبطن او للصدر تمام؟ فهمتوا كيف الفكرة؟ فكل ما كان الاشي اقرب الى مصدره الاساسي زي ما انا ايدي الشولدر او الكتف اقرب من الكوع و اقرب من الرسو كذلك الامر حتى الاعضاء العادي اللي الها اطوال زي مثلا القولون زي المعدة زي اي اشي اي اشي الى بداية و نهاية البروكسيمل يعتبر هو الاقرب الى البداية رح نحكي ان شاء الله لقدام بالمحاضرات وتفهموها وتترسخ بذهنكو اكبر فيه كمان مصطلح سهل بسيط اللي هو عنا الاشي بنسميه سوبرفيشل وديب وهذا غالبا سهل يعني احنا السوبرفيشل كل ما كان على السطح على سطح الجسم اقرب يعني مثلا عندك الجل هو يعتبر the most superficial اكثر اشي يعتبر سطحي بالجسم والعضل والعظم و كذلك الامر كل ما وصلت لجوه جوه فكل ما كان الاشي ابعد من يعني مثلا في مقارنة بين الاسكن وبين المصل بين الجلد والعضل مين اللي يعتبر سطحي اكثر الجلد طيب بين العضل وبين العظم العظم يعتبر deep مقارنة بالمصل ولا سوبرفيشل اكيد deep لانه اللي لسه لجوه تمام فكل ما انا اعتبر انك تعمل عملية وكل ما بدك تفتح طبقة كل الطبقة اللي بعد تعتبر ديب عن الطبقة اللي قبلها اللي تعتبر سوبرفيشيل بالنسبة لها طبعا فيه منطقة وسط بنسميها انترميديات فهيها بتكون يا اما سوبرفيشيل يا اما ديب بتكون عميقة جدا او انترميديات ما بين الثنتين وهاي لاحظ كيف السكشن عندك هون مأخوض مقطع طبعا هذا شو سمنا احنا اللي هو الترانسفيرز بلين تمام عندك هون موجود اللي هو السكشن هاي السكن هاي المصل وهي البون البون يعتبر زي ما قلت لكم ديب والسكن يعتبر سوبرفيشيل والمصل ممكن اعتبرها انترميديات عندنا كمان اشي اسمه سنترل وبرفرل وهاي بتعتمد على قديش العضو او الجزء هذا بعيد عن السنتر تمام يعني مثلا عندنا الاشياء اللي بتكون متمركزة بالوسط زي مثلا الحبل الشوكي زي القلب هاي الشغلات تعتبر كليتها سنترل اما كل ما بعدت انا مثلا وصلت للاطراف وصلت للشغلات البعيدة عن المركز الجسم بسميها بيرفرل طبعا ممكن في بعضكم يخربط بينها وبين الاشياء اللي هي ميديا لولاترل لا هاي غالبا مختلفة لانه هاي فيلها اصلا امتداد يعني بتلاقي مثلا القلب مركز والشرايين تبعته تعتبر بيرفرل اوكي فهذا يعتبر الهارت سنترل ومثلا الشرايين بيرفرل كذلك الامر بمشي مع الجهاز العصبي يعتبر الدماغ والسباينال كورد اللي هو الحبل الشوكي هذول يعتبروا سنترل لانهم بالنص واساسيين والاعصاب الطرفيه اللي بتوصل اليدين وكذا هاي تعتبر بيرفرل تمام فاتس نت the same بالنسبة لميديا لولاترل في عندنا كمان مصطلحين حلوات اشي اسمه ابسيلاترل واشي اسمه كونترلاترل كلمة ابسيلاترل يعني نفس side نفس الجهة فمثلا انا ايد اليمين وركبة اليمين بعتبرهم ابسيلاترل لانهم بنفس الجهة من جسمي جهة اليمين وعين اليمين ابسيلاترل مع اذن اليمين تمام كونترلاترل يعني بالجهة المقابلة يعني مثلا اذن الشمال عفوا هاي اليمين اذن اليمين مع رجلي الشمال it's كونترلاترل فهي كنترالاترال وبسيرالترال تعتمد على حسب هل هم بنفس الاتجاه أو بنفس الجهة تبع الجسمي ولا مختلفات عندنا كمان مصطلحات خاصة بالإيدين وبالرجلين الإيد نفسها بطن الإيد أنا بسميه بالم أوكي اسمه بالم وظهر الإيد اسمه دورسم تمام فلما أقول أنا الجهة تبعت الجلد اللي على بطن إيدي هذا بوصفه بحكيله بالمر سايد أو بالمر أوكي فكلمة من بالم بالمر أي الجهة اللي بقصد فيها بطن اليد أما لو بدي أحكي عن مثلا الشعر الموجود على ظهر الإيد بحكي the dorsal part أوكي أو dorsal side from my hand تمام فعنا بالم بالمر ودورسم دورسل أوكي دورسل سايد نفس الشي بالنسبة للرجل الرجل بس فيه لها دورسم طبعا إن هي ظهر الرجل نفس الشي اسمه دورسم وبرضو بسميه دورسل سايد ولكن ما بسميه بالم لأنه ما بعتبره بعد بعتبره بلانتر تمام فيعتبر بلانتر سايد اللي هو بطن الرجل من تحت اسمه بلانتر سايد أوكي أو الجهة لبلانتر تمام طبعا بهمك هذا المصطرح لقدام إن شاء الله بس تتفصل بالعضلات الموجودة بالبلانتر سايد ولا بالدورسل سايد هل هي موجودة ببطن الرجل ولا بظهر الرجل لقدام بس عشان لما تمر عليك كلمة بلانتر أو بالمر تكون عارف إحنا إيش بنقصد الآن بدنا نحكي شوية مصطرحات سهلة يعني إن شاء الله هاي اللي هي إلها علاقة بحركة الجسم في البداية إحنا في عنا الإيد على سبيل المثال تتحرك بحركتين الحركة الأولى هي حركة فليكشن اللي إحنا بنسميها إيش؟ الإنحناء أو التقليل الزاوية ما بين العضبتين هاي بنسميها فليكشن إذا بدي أفرد إيدي بسميها إكستنشن يعني فرد أوكي أنا بدي أفرد الإيد بعملها إكستنشن طيب لو أنا بدي أفردها كثير بصير اسمها هايبر إكستنشن تمام؟ بصير اسمها هايبر إكستنشن أوكي؟ كذلك الأمر على أصابع فليكشن إذا بدي أنا أضمهم أو إكستنشن إذا أنا بدي أفردهم وبرضو هايبر إكستنشن فهاي في البداية إن هي لفليكشن وبتقدر تقريبا تحفظ أي إيشي مثلا هاي الإيد هاي إكستنشن وهاي فليكشن تمام؟ أي شيء أنا أقرب بالنسبة لما أقرب الزاوية بين عظمتين اسمها افليكشن أو أبعدها تعتبر اكستنشن وبتقدروا تذكروها من خلال الفيتال بوزيشن الطفل أصلا كيف شكله؟ شكله راسه عامل افليكشن ايديه عاملات افليكشن جسمه كله أصلا يا حرام كامش على بعضه وعامل افليكشن وجريه عاملات افليكشن فكل وضعية الطفل تقريبا هي افليكشن لكل الجوينز خلينا نحكي المفاصل تبعته والعظام عامل بشكل فليكشن تمام؟ عكس من هالكستنشن تقريبا انت لما خنقول اول ما تسحمل النوم مش راح تقول هيك مثلا الا اذا في حد بيغيركم بيعمل هيك ما بارب بس الفكرة انك الا تفرد ايديك وتفرد راسك وتفرد جسمك كامل حتى انه خلينا نقول تعمل ستريتش لأغلب العضلات فانت بتعمل غالبا اكستنشن حكينا طبعا عن هايبر اكستنشن طبعا بس في حركة مختلفة شوي بس للرجل تمام اللي هي القدم ففرضا انه هاي هي القدم على سبيل المثال القدم فكرتها انه فيها القدم بالذات مش اصابع القدم مثلا القدم نفسها لها حركتين حركتين اسمهم فليكشن وهنا بنقدر بنستخدم الكلمتين اللي حكينا عنهم هي بلانتر ودورسل فلما نحكي انه دعسة البنزين مثلا تخيل انك تدعس بنزين دعسة البنزين هاي انت اجرك بتروح باتجاه البلانتر ولا الدورسل باتجاه البلانتر فبسميها بلانتر فليكشن تمام فليكشن يعني عبارة عن انحناء ولكن باتجاه البلانتر او اذا بدك ترفع رجلك على البنزين هاي بتكون باتجاه الدورسل صح وبالتالي بسئل اسمها دورسل برضو فليكشن تمام اذا ما في اكستنشن بالنسبة لا اللي هو المفصل الكاحل او اللي هي القدر بنفسها فعنا اما بلانتر فليكشن او دورسل فليكشن في عنا كمان مصطلحين حلوات بحبهم انا اللي هما الابدكشن والادكشن طبعا زبا ما كناشنا قادرين نميز بينهم قدمهم زنخات بس بتقدر تحفظهم من خلال كلمة ااد ااد يعني يضيف فانت لما تضيف يعني بدك تقرب الاشياء على بعض تمام عشان تعمل ايدك واحدة بدك تعمل ادكشن يعني تقرب اليدين بدك تعمل جسمك واحد بتقرب ايدك على بعض فبتعمل اد ادكشن اضافة يدك الى جسمك فها يسمعه ادكشن اما لو بدك تعمل ابدكشن العكس هيك توقع سهله و بتقدر تحفظه من كلمة ااد يعني اضافة بتكون اقرب الى الجسم او اقرب للاعظام عبعض من البعض فبثلا اصابعي هذول مفروضات اسمهم ابدكشن بدي أقربهم بعملهم إشي اسمه ADDUCTION مرضو عنا الـ Elevation والـ Depression سهلة اللي هي الرفع أو الـ Depression اللي هي التنزيل فمثلا إذا ما بدك تفتح ثمك فعليا رح تعمل Depression بدك تنزل الماندبل اللي هي عظمة الفك فبتعملها Depression كذلك الأمر إذا بدك ترفع كتفك برضو بدك تعمل Elevation في عنا Pro Traction و Retraction Pro يعني للأمام زي كيف مثلا تلفونات iPhone كذا كذا مش عارف شو Pro Pro يعني زي إشي متقدم أو إشي حديث أو إشي للأمام فغالبا Pro يعني Pro Traction إنك تقدم للأمام العضو مثلا زي إنه كتفك مثلا يتقدم للأمام أو الفك حتى ممكن يتقدم للأمام كذلك الأمر عندنا Retraction رجوع وبالتالي هون إنت مثلا يا ما بترجع الكتف يا ما بترجع الماندبل لجوة اللي هي الحنك هذا كله اسمه Protraction و Retraction في حركة حلوة هي عبارة عن Combination لهذه الأربع حركات اللي هي Combination لFlection و Extinction و Abduction و Adduction تخيل أنا إيدي هيك مثلا أنا إيدي هيك عاملي إيش Adduction وهيك عاملي Abduction ولو بدي أقربها لقدام أنا أعملت Fliction ولو بدي أرجعها لورا أنا أعملت extension لو بدي أعمل هاي الحركة مع بعض شو بعمل؟ بعمل حركة دائرية اسمها Sear Conduction تمام؟ وهي حركة دائرية للأيد تفحص عندك أربع حركات مهمات إذي Adduction و Abduction و Flection و Extinction طبعا أنا و Flection و Extinction غالبا لأيش مثلا؟ العضو اللي قبل فمثلا أنا بدي أحرك الإيد بحرك الشولدر بدي أحرك الكوع بحرك الكوع نفسه تلاقي الحركة كل أيتها على الكوع نفسه لو بدي أحرك إيدي كل الحركة بتشتغل وين؟ على الرسغ فهي الجوينت اللي قبله هو اللي بكون اشتغل Flection و Extinction وإلى آخر هي الأربع حركات اللي حكينا عنهم طبعا الRotation بالنهاية إن كدك تلف إيدك مثلا هاي إيدي بدي ألفها لبرة بدي ألفها لجوة هاي Internal و External Rotation تمام؟ إما للداخل أو للخارج طبعا نفس كلمة anterior هي نفسها Medial يعني أنا لما أقرب إيدي على Medial Side أكيد أنا بحكي Medial Rotation أو Internal Rotation أو Lateral للبرة زي ما قلنا نحن كل ما بعدنا عن المدلين فسمي Lateral فبسمي Lateral Rotation أو External Rotation في حركة كمان حركتين هذون مهمات نحفظهم اللي هما Subination والPronation كيف تك تحفظهم؟ بعين مرات بتخربطوا Subination أنت لما تحكي سبحان الله مثلا مش رح ترفع إيدك زي هيك صح؟ ما رح تقول سبحان الله رح تقول سبحان الله صح؟ فإيديك بالوضعية هاي Facing وين؟ وين دعيات؟ باتجاه السماء صح؟ لفوق فهي الحركة اسمها Subination أما لو بدك تعمل العكس اسمها Pronation تمام؟ فهم ربطهم مع بعض وتذكر سبحان الله يعني الإيدين لفوق فبتكون Subination ولتحت بتكون Pronation أوكي فهي بس طبعا خاصة بالإيد الموفمنت للمانديبل حركات يعني مش عارف هي بس الفكرة أنه زي ما قلنا Protraction Retraction بك تعمل مثلا حركة لبرة اسمها Lateral Exclusion تمام؟ إذا بك تحرك مثلا الفك لبرة اسمها Lateral Exclusion أو إذا بك ترجعه للوسط اسمها Medial Exclusion فهي بالنهاية حركة للفك سواء كانت للأمام للخلف أو يمين ووسط لأنه اليمين واليسار الثنتين اسمهم Lateral بس إذا بيتخليه بالوسط اسمها Medial Exclusion طبعا زي ما قلنا لكم برضه في Elevation و في Depression للمانديبل الموفمنت of the digits في حركة كمان ثانية للإيد وهاي غالبا نستخدمها عند التسبيح اللي هي لما مثلا أنت تجيب الإبهام على مثلا أصبع من أصابعك على روس الأصابع هاي غالبا اسمها Obsination نظام زي ما قلنا التسبيح وفي عندنا Reposition إنك ترجع إبهامك للوضع الطبيعي طبعا هاي كثير لها مهمة يعني نقدام إن شاء الله رح نحكي عن لما ينقطع عندك عصب معين مثلا رح تفقد القدرة على عمل هاي الحركة وبالتالي مهم جدا تعرف شو هي الحركة وشو نظامها طبعا هون زي ما قلت لكم موضوع دورس فليكشن و البلانتر فليكشن هما الاسم مختلف لأنه في عندنا الثنتين هما يعتبروا فليكشن ولكن حسب هل أنا باتجاه البلانتر ولا باتجاه الدورس وإذا حركت رجلك بالاتجاه لجوة تمام يعني هي رجلك مثلا هيك إذا حركتها لجوة باتجاه الرجل الثانية هاي اسمها إنفيرجن تمام إنفيرجن أما لو بدك تحركها لبره فاسمها إيفيرجن تمام برضه هذول حركتين مهمات لهم دخل لأنه كل عضلة غالبا لها شغل تحرك القدم أو الإيد بحركة معين فهاي برضه إنه هي إنفيرجن أو إيفيرجن وحكينا لكم عن الثانيات ويعطيكو ألف عافية هاي كرسة محاضرتنا إن شاء الله اليوم اللي هي محاضرة الانترو دكتوري وإن شاء الله بشوفكم بالمحاضرة الجاي رح نحكي فيها عن السكل ورح نتفصل فيها إن شاء الله ونحكي لكم أهم الشغلات اللي ممكن نركز عليها الدكتور أو إن شاء الله تيجيكم بالامتحان وموفيين إن شاء الله يعطيكم العافية اشتركوا في القناة